اشتركوا في القناة 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 ايه اشتركوا في القناة 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 اتفقنا على أنه أنا يعني بعد ما ذهبت إلى سائرون ما كان أحد موجود في كتلة سائرون قررت أن أنسحب و كتبت البيان اللي كتبته و أعلنت أنه رئاسة مجلس نواب حاولوا منعي حقيقة من الدخول إلى مجلس نواب وأنا بالفعل دخلت يعني الفضل لسائرون دخلوك لا سائرون حقيقة حسن الكعبي خلف الله علي لا حسن الكعبي ما كان موجود أصلا والحقيقة يعني أنا معلوماتي أنه سائرون كان جزء من منعي من دخول ليش لأن سائرون حقيقة أنا أتصور أنه سائرون انقلبت على نفسه انقلاب كبير و مثل أنا ممكن يعني يخالف توجهات الكتلة لذلك هم يفضلون أن أكون خارج هذا البرلمان بالمناسبة يعني أنا فائز بطريقتين يعني كنت أنا الأول في القائمة تم التلاعب زيادة على أصوات المرشح سعران بإضافة 6000 صوت لسعران حتى يكون هو الأول صرت الثاني تلاعبه بطريقة توزيع سائرون نعم سائرون رابع أكثر طبعا كريمي ثميمي أنا عندي معلومات أنه حتى أثناء الدعوة كان كريمي ثميمي أحد الأشخاص اللي هو دفع باتجاه التأثير حتى على الخبراء كريم ثميمي كريم ثميمي ومعتمد حوالي أو معتمد الموسوي يعني يحاولوا يضغطون ويأثرون على الخبراء واتصالات كثيرة الدعوة اللي كانت معقدة أمام المحكمة التحدي هي دعوتي الكل يحاول أن يمنعني من الوصول لسبب واضح مثل أنا هم بعيدين عننا هم يقفون بالجانب الآخر من اللي مثله بالنسبة للسائرون سائرون سائرون بالأسف الآن يعني الآن سائرون الكتلة الأكثر خرقا للدستور فيما يتعلق بصحة عضوية أعضاءها سائرون هاي الكتلة الإصلاحية ولا كتلة سائرون لها الفضل في تعيين عادل عبد المهدي وتمشيت الحكوم المفروض أن يقولوا مجزاكم والله خير بارك الله بيكم تجي أنت اليوم وتنقلب عليهم أستاذ باسم لا أنا ما انقلبت عليهم هم نقلبوا على إنفوسيون هواسيت وطبّوا وهذا وسائرون منعوني ورئيس البرلمان جزو لا بس سائرون شوف اللي صار بسائرون شو اللعب اللعبون يعني طبعا أول شي خلينا نتكلم عن المخالفة الدستورية المتعلقة بصحة عضوية رفاه العارضي وصحة عضويتي قرار المحكمة أنهى عضوية رفاه العارضي رفاه العارضي علاقتها بمجلس النواب مثل علاقتك أنت حضرتك بمجلس النواب تماما الآن علاقتها بمجلس النواب ما تفرق عن علاقتك أنت بمجلس النواب ما تزيد عليها ولا سنتيمتر واحد فدخولها إلى مجلس النواب بشكل مخالفة دستورية إلى الآن تدخل هي؟ طبعا ويعني تصور تصور نفسك أنا دخلنا نستطيع الفرض هي أنت تروح إلى مجلس النواب الآن وتدخل القاعة وتوقع الحضور وتقعد وتقول أنا أحمد الطيب أحد أعضاء سائرون يقبلون سائرون؟ أنت معضو دخلت وقيت أنا أمثل سائرون في البرلمان يقبلون ولا يتخذون إجراء هذا الإجراء اللي يتخذونه بحقك هو كان لازم يتخذونه بحق رفواها العارضي باعتبار أن عوضتها منتهية وهي أجنبية على مجلس النواب رفواها العارضي قاعدة بالمكان اللي يلازم أشغله أنا إلى الآن؟ نعم وهذه مخالفة دستورية هاي وحدة الثانية قرار المحكم اتحادية رقم 213 لسنة 2018 هذا القرار تضمن الحكم ببطلان عضوية الجيال والحكم ببطلان عضوية الحمد لله مزهر اللي هو من سائرون والبديل السيدة وسن السعيدي وسن السعيدي مرشحة اجت آمنت بسائرون ورشحت وحصلت على ما يقرب من 4-3 صوت بالنسبة لأمرأة 4-3 صوت رقم كبير هذه المرأة الفاسة بـ 4-3 صوت اللي ثبتت المحكمة حقها تم التآمر عليها بطريقة سيئة جدا سائرون نعم سائرون سائرون تآمرت على وسن سائرون سائرون لما قلت آمرا وانا تكلمت مع السيد الحمد لله مزهر شخصيا في هذه المسألة الاتفاق صار انه يمنع مجلس النواب او رئاسة النواب تمتنع عن عرض طعن السيدة وسن السعيدي المقدم من شهر الخامس ولحد الان والنص يقول النص الدستوري المادة 52 وسن السعيدي نعم نعم السعيدي نعم نص المادة 52 أولا يقول يبت المجلس في صحة عضوية أعضائه خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه وبأغلبية الثلاثين يعني المجلس ملزم بعرض الاعتراض خلال 30 يوم مه الآن مر أربع شهور ووسن السعيدي هي وسن السعيدي قاعدة بالناصرية لأن إرادة سائرون أن يبقى العضو الباطل عضويته في مجلس اللي هو اللي هو حمد الله مزهر طبعا أنا اليوم لما أتكلم عن حمد الله مزهر خلنشوف مثلا تعرفها حمد الله مزهر مزهر تعرف يعني ماشي تعرف مثلا ما سوى يعني يقدم فشي بارز يستحق أن نخالف القانون والدستور طبعا ما كو شي يستحق أن نخالف الدستور من أجله لكن حمد الله مزهر أو غير من النواب سائرون حقيقة ما قدموا شي ممكن أن نبر المخالفة الدستورية اللي يستمر بها العضو غير الشرعي بالعووية ويترك العضو الشرعي عبر على هاي السوالف هاي الأمور القانونية النائب الأول نائب الأول لا ما عبر شي على سائرون تتحدث بالإصلاح دعنا نحن براحتي الله فضل يعني نوم تقول لي وسن السعيد نائبة صار الأرباح تشرب الناصرية هي نائبة المفروض للقرار طبعا المفروض والعين تقاعد بمكانها هو مو قاعد مو القرار القرار صدر لستار بس تبك بطلان عضوية الآن شنو المفروض منه وسن مكان دوم مكان صلاح لو أني غلطان زين سائرون لعد وين هذا موقف الإصلاحي والموقف القانوني والدستوري ويطلعون بالشارع وين وين بدون زحمة إذا هو القرار المحكمة الاتحادية وقضاء وقانون ملتزموا به شون لعد رح يخدمون لنا خلي أنا أنا اليوم يعني لا تسمح لي أسوي المقارنة بين باسم خشان كفرت و بين سائرون كلها مشتمعة ككتلة باسم خشان واحدة نعم و بين سائرون الفرق بيني و بين أعضاء سائرون على الأقل إذا مو سائرون ككتلة و فكرة مزين الفرق بيني و بينهم أنه أنا لما أعرف أنه هناك حق لشخص ما متجاوز عليه أنا أطوع من تلقاء نفسي حتى أدافع عن هذا الحق لأن الدفاع عن حق قيمة عليا أنا متبسك بها و الدليل أنه أنا مقدم شكاوى عديدة حتى نيابة عن أشخاص كان هما يفترض أن يقدمون شكوى قدمتها نيابة عنهم لأنهم كانوا خايفين أو عاجزين عن الدفاع عن نفسهم أقدم أخبار يعني أنا ما أقدم شكوى إذا ما كنت متضرب مباشرة فهذا أنا سائرون يفترض بها لما يكون هناك حق لمرشحة موجودة في الناصرية وهذا الحق يعني يتمسك بحابسه شخص منتمي لسائرون يفترض بهذه القائمة أن تطلب من الحمد لله مزهر أن ينهي عضويته من تلقاء نفسه وأن يحترم إرادة الناخبين ويحترم المرشحة التي كانت مرشحة منه فهذا المسألة عبرتها سائرون لما تجي إلى القضية التي أنا تخصني المحكمة حكمت صراحة ببطلان عضوية رفاه العاضي وإحلالي محلها وانتهت العضوية بشكل تقول لي جنابك رفاه العاضدي إلى الآن بمقعدك صح؟ يعني بالمكان المخصص بمجرس النواب إليك صح؟ نعم عم تحالله وتوهب على الرواتب ليخذته والله التتمون براحة كنت لا حقيقة يعني الامتيازات الامتيازات اي اه تفيد الناس اسمع يا مواطن طبعا أنا قدم الطلب إلى رئاسة رئيس مجلس النواب بالطلب هذا ذكرت طبعا هي نشرت ورقة موقعة عليها بصورة نائب طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب فلما نشرته كان هذا نشر استفزازي حقيقة لأن هي معضو في مجلس النواب ووقعت يوم 14-9 في يوم 15-9 قدمت الطلب لمجلس رئيس مجلس النواب قلت أنه هذه السيدة توقع طلبات واتمارس مهام عضو مجلس النواب وعضويتها منتهية وممكن تحضر إلى جلسات المجلس وأيضا تسلمها رواتب وامتيازات ومخصصات يعد جريمة يعني اليوم رفاه العرضي إذا تسلمت راتب بعد كم يوم هذه جريمة مرتكبها المجلس مدير الحسابات مزئول الحسابات هذه تحرك دعوة عليهم جريمة طبعا هذه جريمة إذا استلمت رفاه العرضي راتب هذا الشهر اللي هي كانت عضويتها منتهي بي وإذا استلمت رواتب الحمايات وإيجار المنزل أيضا هذه المصاريف تعاد إلى الدولة لأن هذه مصروفة خلافا للاستحقاق وهذا يشكل جريمة مسؤول عنها رئيس المجلس الآمر بالصرف قسم الحسابات المحاسبين لذلك أنا أحذر جميع من هذه المخالفة أنت قدم الطلب قدم الطلب العلم شنو طلبك طلبي أنه هي نائبة سابقة انتهت عويتها من يوم 26 المانية شون نائبة سابقة يعني نلطوم لا ماشي لا لا شون نائبة سابقة أنا جيت اليوم بخلل بلعبة لا 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 بمعرب بخطايا شون شون يعني والله ما أعرف أنا دوم سنة والله نائبة سابقة بدون زحم عليكم لا 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 طبعا أنا ما أقول نائبة سابقة يعني سبق وأن كانت نائبة وين مو معناها وين كانت نائبة خلاص يعني صارها سنة نائبة بس ما تستعق أي شي لأن هذا ما تكوني على باطل فهو باطل فبطلان عويتها يلغي أي شي لكن الانتيازات والرواتب التي استلمتها هذه مقابل أداء عمل يعني ما ما تحاسب عليها تعتفظ بها لكن من يوم ستة عشرين لجاي ما تستعق أي أنت وضعك المالي كناء الفائز شنو؟ أنا أباشر مهامي بعد أداء اليمين الدستورية ويصرف لي حلبوس يخليك؟ مجبر أن يخليني يعني الآن أنا ما أستجدي مقعدي استجداء ولا رحت لسائرون أستجدي موافقتهم على شي هذا قرار محكمة اتحادية ملزم لكافة السلطات واللي خلفه يعتبر مرتكب جريمة أنت ارجعوا يا سائرون حتى يقنعون الحلبوسية حتى الطوب حتى تأدى اليمين ارجعوا إياهم لو قرارك نهاية طبعا بالنسبة لسائرون أنا أصلا لما صدر الحكم أنا قلت يعني أنه سائرون ممكن تستقبل نستقبال حسن فنعمل سوية لأن يعني جزء من سائرون مبادئة أو الأهداف ممكن تتوافق مع اللي عندي لذلك قلت هذه فرصة أنه نستعمل مع كتلة كبيرة لكن وجدت من سائرون تصرفات حقيقة يعني مستحيل لواحد يقوم فيهم ما ترجع لهم لا يعني يعني حاليا أنا على هذه التصرفات بالسياسة المسألة مختلفة يعني إذا كان هناك مشروع يخدم المواطن وأحتاج أن أكون لا لا أسمح لي هذا غزل أسمي لا لا أبدا ما أغازل دميت على كلامك ما البرحة لا أبدا أبدا أنا من سحب من سائرون وما راح أنتم من سائرون زين لكن لنفترض أنه في يوم من الأيام سائرون طرحت مشروع يخدم المواطن هل أقدم مشاكري الشخصية مع سائرون على المصلحة العامة لا ما أسويها أنا شخصيا حقيقة في كل موقفي محايد أنا قبل كم يوم كنت ضيف في أحد الفضائيات على قرار الحكومة 315 أنا صرت مدافع عن عادل عبد المهدي فيما يتعلق بهذا القرار على الرغم من معارضتي الشديدة لعادل عبد المهدي ليش؟ لأن أنا معارضتي موضوعية مو معارضة يعني أنا عارضة بالمطلق على كل شيء صح وخطأ اليوم بما أنه كشفت لنا ملف سائرون وحق الرطب عن مكفول سارتي الكرام لكل من ورد اسمه في هذه الحلقة يقول لك إحنا ننأى بنفسنا عن المناصب وعن الوزارات بالتالي لا يوجد لدينا وزير في كابينة عادل عبد المهدي المحترم هكذا نواب سائرون يقولون الجماعة عدوا مناصب عدوا من وزارات تكشفنيها بدون مجاملة يقولون لها إذا أنا يصلحوا مشروحهم وأنا أرجعوا إياهم لا 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 يمكن أن أداة عملها كنار بإستخدام عدوا مناصب حتى أكون وفود بالمفوض يعني المناصب يعني أعتقد أنه وزير الصحة محسوب على سائرون مزين الآن هو محسوب أو هو منتمن سائرون هذه التعريفات هذه المنطقة الرمادية هذه مو مهمة بالنسبة لسائرون جزء من المحاصصة وجزء كبير محاصصة وإذا كانوا لم يتحاسسين على الوزارات وهم جزء من هذه المحاصصة جزء من المحاصصة سائرون سائرون جزء من المحاصصة حتى في الدرجات الخاصة يعني الدرجات الخاصة هناك أشخاص هم تابعين لسائرون حصلوا على مناصب مديرعام ومناصب كبيرة وهذه مناصب مهمة مؤثرة بالدولة اليوم لكن أنا أجي طبعا على المحاصصة هل المحاصصة نظرك المحاصص هيئة لو جيدة قناة الرشيد جاء بنا حتى أسل لا أجاوب لا أحفظك لا تورطني المحاصصة الفكرة أن المحاصصة سيئة جدا هذه بالتجربة لكن الحقيقة المحاصصة هي جزء لا يتجزئ من أي ديمقراطية متعددة للأحزاب مثلا إذا نذهب لألمانيا في ألمانيا فازت أنجل ميركل لكن ما فازت بنسبة كبيرة وانسحبوا منها حزب الخضر فبقت ما تقدر شكل حكومة إلا تأتلف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحزب الديمقراطي الاجتماعي اللي هو خصم صالت مفاوضات اتفقوا على أن يتلفون شكلوا الاتلاف بشرط أن يحصل أن يحصل الديمقراطي الاجتماعي على وزارة المالية ووزارة الخارجية لأن عندهم غايات في هذه الوزارة يريدون يشتغلون على قضية العلاقات ضمن الاتحاد الأوروبي تم الانتفاق والانتفاق كان مكون من سبعين صرحة الفرق بين المحاسسة الألمانية والمحاسسة العراقية المحاسسة الألمانية مؤسسات تشتغل تعمل يجي الوزير عن ذكرة معينة يطور العمل للوزارة بالعراق 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 محاسسة استملاك فساد لا محاسسة طبعا فساد بس نخلي الفساد محاسسة استملاك يعني هذه الوزارة إذا انتقلت من حزب الدعوة من أحمد لباسم مثلا من حزب الدعوة إلى حزب الفضيلة أو الحكمة أو سائرون تير صدري هذه الوزارة تعتبر ملك ملك مشائع ملك خاص بهذه الكتلة أو هذا الحزب بحيث انه تشوف كل الموجودين هم لازم يكون سائرون عندها وزارات مالكتها إلى الآن يعني حقيقة أنا عدد صحة يعني أصور الكهرباء لكن ما يعني يمكن الكهرباء ما أعرف أي وزارة حقيقة عند سائرون لكن بس عدهم مناصر يعني هم باقين حتى الوزارات اللي ما بها من سائرون يعني بمستوى وزير مدراع عامين كثيرين هل خرج نواب سائرون عن رغبة أو خط الإصلاح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعني هم سائرون تقول إياها سائرون يعني بصفة يعني دائمة هم يعني أعتقد يطيعون الأوامر من أوامر السيد الصدر لكن إجراءاتهم ما خاض على رقابة السيد الصدر بدليل يعني ما أصور السيد مقتدى لو يعرف أنه هذه الكتلة تتجاوز القانون تخرق القانون والدستور وصادر حق شخص منتخب يمثل مجموعة كبيرة من الناس سواء كان باسم خشان أو وسن السعيدي ويخلون أشخاص آخرين عضويتهم باطلة يمارسون مهام العضاء ما أصوروا يقبلها السيد الصدر يعني السيد الصدر إذا عرفوا هذه أعتقد يمكن يعني لو عرف أنه حمد الله مزر متمسك بمقعدة ومانع وسن السعيدي بأي طريقة من الطرق ما يقبل ويؤمر بأنه ينسحب ويترك المجال ينسح المجال لوسن السعيدي حتى تمارس يعني مثل ما جمدوا التصريحات والإعلام والأخ الموسى والنائب اللي يتحدث دائما عن فساد وزارة الصحة وغيرها خلي يجمدون بعض النواب اللي داي خرقون القانون والدستور ليش يعني هنا فتحوا عينهم على باسم وسن ما فتحوا عينهم والجماعة يعني هو يعني نجي لسائرون مسألة الصلاح طبعا لما سائرون تتكلم عن الصلاح تذرع بإيش تذرع بأنه عدها 54 نائب وما تقدر شكل أغلبية لأي مشروع اللي يعيش تجوار باعتبار أن الكتل ما تتفق بياها تماما على كل الأشياء اللي تطرح الآن الإصلاح المتعلق بصحة عضوية الأعضاء حقيقة هذا ما يطلب توافقات سياسية يطلب قرار من سائرون من داخل سائرون وينتي داخل سائرون حمد الله مصر يعلن انسحابه يفسح الطريق أمام النائب وسن السعيدي يتمتهي العملية حتى وإن رفض مجلس النواب إلى الآن حمد الله الركابة يقوم بمهامه يعني طبعا حمد الله مصر اليوم يقول حمد الله مصر اليوم يقول أنسحب من سائرون لأن عضوية غير صحيحة بموجب قرار محكمة اتحادية رقم 213 على رجلس 18 يعني انسحابه ما يبقى أمام مجلس النواب شيء إلا أن يستدعي النائب وسن السعيدي وتحل محله يعني هذا الإصلاح هذا الإجراء الإصلاحي هذا ما يطلب موافقة أحد يطلب أن سائرون تؤمن بالحق وتقف على الجانب الصحيح من الحق ما تقف مع الباطل لذلك أنا قلت سائرون قشورها إصلاحية نعم ولبها فاسد هذا اللب الفاسد واقفة مع الباطل الآن سائرون واقفة مع الباطل ضد الحق وبإمكانها أن تصح موقفها الدستوري وموقفها الأخلاقي حقيقة يعني أنا ما أجي يعني مو من المروعة مو من المروعة أن تأتي كتلة من 54 نائب تقف في مكان على الباطل إذا أو في مواجهة حق لإمرأة ترشحت ضمن القائمة الآن أنا أصور يعني هذا تغيب عننا المروعة تماما أربعة شهر صار لها اللبنية حقيقة هي صار لها سنة كاملة لا لا من القرار من القرار القرار صدر في 14 5 2018 14 5 2018 أو 19 2019 ما أقول 14 5 2019 ونحن الآن المرأة تقول لك أنا نائبة خلاص بمكان حمد الله مزهر حمد الله مزهر الركاب الركاب يا عمي ما أعرف في الدولة قانون مزاج هو ما أعرف رئيس البرلمان وين نواب الرئيس وين تحالف سائل ما أعرف ما أعرف يعني أنا هذه حقيقة هي ساكت المرأة ما تحكي يعني أنا ديش أتكلم قضية وسن أكتر ما أتكلم قضيتي أنا بالنسبة لي مسأة وقت يوم يومين خمسة يام سنة لا خمسة يام مو مشكلة أنا الآن أمارس يعني عمليا أنا أمارس وظيفة النائب ووظيفة المسؤول الحكومي ووظيفة المدعي العام ووظيفة النزاهة ووظيفة الديوان كل هذه الوظائف أنا أمارسها دون أن يكون إلي أي صفة الآن أنا نائب وأقدر أمارس يعني كل اللي أريده بفعلي أكثر طبعا هذه الرسالتك نوجهها إلى رئاسة مجلس النواق إلى القضاء إلى المحكمة الاتحادية إلى تطبيق يعني إذا كان عضو البرلمان المنتخب هو الذي يخرق القانون سادة الكرام مثل ما تفضل السادة باسم خشان طيب المواطن الموظف المدير العام شي يسوي إذا كان هو ما أخذ حق غيره يعني ما أعرف يعني حقيقة ما أعرف أعلق نائد نائد ما أعرف ما أخذ حق فلانه وعلان وقاعد هي شي ويتحدثون بالإصلاح يتحدثون بمحاربة الفساد خلي أضيف على المقارنة لما أتكلم عن المقارنة أنا لما عرفت أنه أكو نائبة نائبة من نينوى إلها حق في كانت فائزة و تم استبعادها بناء على تجاوز المفوضية للقانون الخارق متعمد وقفت مع هذه النادة وقفت حتى مع ستار الجابري وقفت معه وكان عنده محامي والمحامي أدى دور جيد لكن أنا وقفت مع ستار وقفت مع آخرين من محافظات أخرى لأن دول لأنهم حق أصور أن تصحيح الأخطاء الدستورية والأخطاء القانونية للتقفة المفوضية واجب على كل مواطن أنا الطواعد دخلت في هذه القضايا حتى نحق الحق ونعيد الناس الفائزين بينما سائرون الخطأ ضمن بيت سائرون في داخل بيت سائرون وساكتين عننا وساكتين عننا وجاء يشوفون يعني وجه رسالتك إلى رئيس البرلمان إلى السيد مقتدى الصدر حقيقة رسالتي إلى السيد مقتدى الصدر يا سيد مقتدى ما يحدث بالنسبة لسائرون الآن في موقف سيء جدا تقف مع الباطل ضد الحق والآن حمد الله مزهر عضويتها باطلة من 14 في الأقل من 14 5 2019 ولحد الآن وكتة السائرون متمسكة بي ومانعة المرشحة المستحقة المنصب من حتى الدخول إلى مجلس النواب تمت يعني حتى يعني أصور أنه هي حتى هذه المرأة لما تجد تدخل المجلس النواب تاخد تخويل من كتلة أخرى لأن سائرون مانعينها يا ناس هذا التجاوز هذا التجاوز تجاوز خطير وأن يصدر من كتلة بحجم سائرون وبقشورها الإصلاحية حتى أنه ما نعلاقة باللوب هذه القشور الإصلاحية على الأقل يمتحتها شيء من اللوب السليم يا ناس يجب أن نحق الحق ولو على أنفسنا أما هذا التمسك بالباطل لاستبعاد امرأة رشحت بحسن نية مع قائمتكم هذا سيء معناه بالمستقبل لا تقلوا أن هناك مشروع آخر ممكن الناس تمشي وراءه أنتم قتلتوا أي فكرة أصلاحية بالمستقبل صححوا الخطأ هذا أو تخسرون الناس كلها شكرا جدا أستاذ باسم وهذه الرسالتك إن شاء الله توصل للأمانة يعني الأخوة في الإعداد يجهزون اتصار نحاول مع نواب سائعون يعني يردوا على الرسالة اللي يعتذر أقولها بطنق بطنق اللي يعتذر واللي ما يجاوب واللي يقول أنا ما عندي واللي يقول أمنك واحد يقول لك السلامنا الخاص أستاذ باسم نحن لا نستطيع نحك حقيقتها أستاذ باسم حقيقة يعني قبل يوم كم يوم في 16 9 صدر شيء يعني المحكمة التحادية اتخذت إجراء حقيقة هذا الإجراء اللي احنا مترقبينه ومنتظرينه بفارغ الصدر وهو مجلس النواب شيء يسوي الآن الآن هذا خليسمعني السيد الحلبوسي نعم يعني السيد الحلبوسي لا يسمعني ونشوف يعني لا يحب يدخل مناظرة على هذا الموضوع مستعد معه أو معه من يمثله مناظرة قانونية قانونية شنو النص القانوني نص المادة 250 أولا من الدستور يبدت المجلس في صحة عضوية أعضائه خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه يعني يا سيد أحمد إذا أنت عندك اعتراض على عضويته تقدم طلب تعترض على صحة العضوية المجلس ملزم بالرد خلال 30 يوم الجماعة في مجلس النواب قرروا أنه الاعتراضات الباقي يعدهم ما يعرضونها على المجلس مرة 30 يوم شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور ولا شيء أبد فعلى أساس هم عندهم تصور أنه المحكم لأن الفقرة الثانية من المادة تقول للمتضرر الطعن في قرار المجلس خلال 30 يوما من تاريخ صدوره يعني لازم يصدر القرار هم تصورهم تصور البرلمان أنه لازم يصدر القرار يالله سير طعن أمام المحكمة التحادي فإذا ما صدر القرار خلال 30 يوم بعد ما يكون قرار ينطعن به هم ما فهمين أنه موجود ما فهم ما عارفين لا أكو شيء يسمون الرفض الحكمي الرد الحكمي يعني أنت لما تقدم طلب إلى أي جهة خلال 30 يوم إذا ما رد عليك يعتبر رفض هذا الرفض الحكمي فيطعن في قرار الرفض الحكمي باعتباره قرار سلبي وهذا القرار إذا انطعن به المحكمة التحادية تحكم بصحة أو بطلان عضوية بذلك صدر هذا القرار فالمحكمة قبلت دعوة الدعوة اللي قدمها الإعلامي نجم الرباعي قبلتها شكلا فمعناها دخلت بالموضوع وإذا كانت كل فبإمكان المحكمة أن تصدر قرار ببطلان بإلغاء قرار المجلس اللي هو الرد الحكمي على يعني هذا حقيقة يعني خل مسألة الرد الحكمي اللي ما يفهمونها الآخرين نطيني أمثلة لأن الناس إجراء مسألة الرد الحكمي إذا من ناحية يعني ليش الرد الحكمي يعتبر لمصلحة الموظف بالنسبة للسيد الحلبوسي بموجب هذه المادة هو مكلف بعرض الطلب أو الاعتراض على المجلس خلال ثلاثين يوم وأن يصدر قرار خلال ثلاثين يوم إذا امتنع الموظف عموما أي موظف يقدرنا طلب إذا امتنع عن الرد يعتبر إخلال بواجبات الوظيفة فتصور أنه لو كل ما يقدم طلب ويمتنع موظف عن أداء هذه الوظيفة وعن الرد بالرفض أو القبول لازم نحاكم آلاف الموظفين هنا القضايا الإداري لقى مخرج جهاز القضية قال بدل ما يكون إخلال بواجبات الوظيفة نعتبر رفض حكمي بعد ثلاثين يوم حتى هذا تضمن حق الموظف المعترض المتضرر من القرار الإداري أو القرار النيابي مثل ما في المادة 52 يعني كثير من القوانين والقرارات يعني من طرحت ولم تعرض على مجلس النواب لأشهر طويلة طبعا المحكمة التحادية أيضا في هذه النقطة حقيقة يعني في هذا القرار تستعيد سلطتها الرقابية طبعا هي ما تنازلت عنها لكن شون تستعيد سلطتها الرقابية اليوم المتحكم بمصير النواب وصحة العضوية هو مجلس النواب فإذا لم يعتبر تلك وامتناع المجلس رد حكمي فمعناه أنه البرلمان بإمكانه أن يبقي من يشاء من من عويتهم باطلة إلى أن تنتهي الدورة لذلك دور المحكمة التحادية المحكمة الدستورية في كل دول العالم هي الضامن لكل حقوق أستاذ هذه الأمور المعلومات معقولة غايبة على المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب شاكر حامد طبعا حتشي لي ياهن طبعا هذا انت عن مظلومية نار اليوم مظلوم عندي مقعد قاعدين الجماعة مسنحين ما حد يدخل ما حد يطلع ويردوني يسنح اللي عنده مقعد لا بس شاكر حامد يعني أصور أنا أنا كنت لما كنت داخل اللوبي مع المجلس النواب إجي شخص فسئله قال انت حالك حال أي مواطن يقلي منو هذا هذا مدير مكتب الحلبوسي أنا سألتك تعافون من حضرتك قال أسعتقد سمام محمد قال أنا مدير مكتب رئيس مجلس قتلي حضرتك يعني انتفاجأت أنا حقيقة مدير مكتب الحلبوسي ما يعرف المادة 14 اللي تقول يعد المرشح المنتخب عضوا في المجلس ويتمتع بحقوق العضوية بجميع حقوق العضوية من تاريخ المصادقة على نتاج الانتخابات أنا بس في عدي قرار ما قلت لك ما قلت لحقيقة ما ناقشته يعني هو ما عارف أنا أدخل يعني بنقاش قانوني باللوبي تركته لكن أيضا اسم حامد شاكر وزبا جيد شاكر حامد شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرنا شاكر حامد المفروض يقول احنا أخطأنا لأن باسم خشان هو عضو في مجلس فعلا أخطأتهم 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 بملف باسم خشان وملف النواب الباقين فضل أخطأتهم 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 في كثير من القضايا المتعلقة بالاستبدال مثلا عندك ينادم كنة شهرين كاملين هو عنده قرار ببطلان عضوية النهاب المحترف على عضويته بقى مستمر في الحضور إلى مجلس النواب وتم صرف مبالغ مالية لهذا الرجل على الرغم من أنه المادة 14 من النظام الداخلي تنص على أنه على أن يعد المرشح الفاز بالانتخابات عضوا في المجلس من تاريخ مصادقة ممتاز شنرد جنابك على هاي الأمور القانونية للنواب المظلومين فضل أخي بالنسبة لقضية الأخ العديد باسم خشان الذي أنا شخصيا أقدر وأعز في مواقف الوطنية الحقيقية التي تعبر عن نفس المواطن العراقي هذا رأيي الشخصي أولا ثانيا أنه لا يوجد هناك أي خلاف على قضية الأخ باسم خشان لكن لا بد قضيته أن تدخل في إجراءات أصولية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب هو جاء إلى المجلس دون أن يصبح نائبا بشكل رسمي قرار المحكمة الاتحادية وإن كان نباتا قطعيا لكن هناك إجراءات داخل مجلس النواب فالتالي أن الحرس والموضطين بدخول المجلس الذي لا يعرفون أنه نائب وليس لديهم مستمسك بأنه نائب بالتأكيد يحتاج إلى تخويل الدخول هو جاء الأخ باسم إلى الموضطين وإلى الحرس من أنه نائب هم لا يعرفون لهم عنده قرار عنده قرار عنده قرار محكمة عفوا عنده قرار محكمة قرار المحكمة قرار المحكمة لا بد أن يدخل في إطار دستوري داخل مجلس النواب كل زين الحرس والموضطين لا يدخلون قرار المحكمة الاتحادية الذي تنفي قرار المحكمة الاتحادية يطرح على جلسة مجلس النواب ويقولون أنه قرار المحكمة الاتحادية ربما يكون فيه طايل على سبيل المثال لا يطعن في القرار المحكمة العادية لا يطعن فيه لا أصلا 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 هذا سمحت لي أنا قلت فتلك على سبيل المثال لا هو ما يضرب مثال سيد الحامل طبعا أشكرك أول شيء أشكرك على المقدمتك أنا ممنون أصلا أنا الآن ما أصلا فتلك سمحت لي قالوا لي أنه أنا أعطي وجهة نظر ولا أدخل في حوار لا ماشي ماشي أستاذ شاكر أتم زمين الحبيب أستاذ شاكر تسمعني أسمع تاني الله يعفظك المنزل أنني لم تخоль خوار أنا صلافTE هو مو حوار بقدر ما يكون صدرك متسع عزيزي أستاذ شاكر أنا أتحدث من ناحية أصولية على راسي جيد ممتاز ممتاز لك الحق أيضا أن تسمع وجهة نظر أخرى أنت زميننا لا أستمع لها لا أتحاور أستاذ شاكر ما أتحاور جميل جميل دقيقة خلي كويان أستاذ شاكر ما أتحاور الآن أنا أصوحت عضو الحرس لا يعرفون أنه أنا أعضو في مجلس نواب لا بأس في ذلك ولازم عندي تخويل أو تصريح أو ورقة أو أي شي حتى أدخل لكن يعني مجلس النواب رئاسة مجلس النواب ليش ما تركت اسمي باستمرار باعتبار أنا أحتاج أراجع بلعبا يكتبون باسم خزع الخشان موجود إلى اسم يحضر لما يحضر ما يمانعون خلص ندخل ويفتشوننا بحسب الأصول مثل المواطن العاديين هم ما عندهم مشكلة طيب بس هذا الإجراء اللي يصير مو أنا أبكى اسمح لي قرار المختمة اللي حصلت عليه قرار المحكمة اللي حصلت أنت عليه لم يدخل في الإجراءات العصولية داخل مجلس النواب هذه هي القضية الخلافية أنت المطلوب تتصل بالدائرة البرلمانية تقولهم أنا أو بالدائرة القانونية أنا قراري صدر من المحكمة الاتحادية ما هي الإجراءات المتبعة لكي أتصل إلى مجلس النواب لأعتي اليمين الدستورية أستاذ شاكر عفوا ملاحظة حتى تغادرنا أستاذ شاكر شكرا لوجودك ويانا أستاذ إلامة النواب تريد أن تدخل نائبا ولم تتم عليك الإجراءات طيب عفنا من أستاذ باسم أستاذ شاكر قبل أن تغادرنا بأقل من دقيقة شنو رأيك بوسن السعيدي ما أخذ أيضا حمد الله الركابي كنائب منذ أربعة شهور ومجلس النواب إلى الآن لم يقم بدوره باستبدال هذا النائب على سبيل المثال عفنا من أستاذ باسم أليس هذا خرقا قانونيا وبرلمانيا في العراق هو ثابت أجلت كانت مجموعة من النواب أجلت ألدت بأمرهم إلى ما بعد العيد نعم أنا أتفق معك ولكن قانونيا أنا يعني جل محول للحديث عن هذا الموضوع ربما المسؤول القانوني ومدير عام القانونية أو الدارة البرلمانية هي أعرف أنا أتحدث بحدود الخلاف الذي حصل بدخوله إلى مجلس النواب شكرا جزيلا أستاذ شاكر حامد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي ونتمنى إن شاء الله في قابل الأيام أن تكون مخولا بشكل أوسع وبصلاحيات أكثر إعلامية حتى تظهروا بيانا أيضا في لقاءات متلفزة ضيفا كريما شكرا جزيلا ردك أستاذ باسم طبعا نشوف سأل أحمد أنا عضويتي بدأت من يوم ستة وعشر ثمانية بموجب المادة أربع طعش من النظام الداخلي لمجلس النواب أنا نائب الآن لما تقدمني النائب باسم خشان أنا نائب بحكم من المحكمة الاتحادية وأيضا بحكم المادة طيب أربع طعش من الدستور من النظام الداخلي نعم بدقيق نعم فمنعي يشكل مخالفة قانونية كان على مجلس النواب أن يخلي اسمي على الأقل في الاستعلامات أدخل متى ما أشاء باعتباري نائب اليوم هو قضية المنع من الدخول لمجلس النواب لإجراءات أمنية زين أنا ما أشكل تهديد أمني وأنا نائب في مجلس النواب طيب أستاذ باسمات جدا أشكر حضرتك و كعضو مجلس النواب العراقي و وحق الرد مكفول أيضا لسائرون ونوابهم و وإن شاء الله نلتقيك أيضا كنائبا رسميا إن شاء الله ونشوفك حاضر في جلسات البرلمان بس مو تغلق تليفونك لا شاء الله ورد علينا هم تجيب تاكسي هم تجيب تاكسي يعني حقيقة وهذا الفيديو موجود يعني الأمانة الأستاذ باسم جانب تاكسي صح له غلط أستاذ باسم للأمانة يعني شكرا جزي أستاذ باسم خشان عضو مجلس النواب العراقي الفاس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر